ليست صورة من صور التحشيد وإطالة أمد معاناة اليمنيين فحسب بل تعدت ذلك إلى تجريف المستقبل وتفخيخه وتزييف وعي الشعب اليمني وإغراقه في وحل الطائفية والفكر الميليشياوي المخيمات الصيفية في مناطق سيطرة الحوثيين فرضتها الميليشيا على الطلاب كأحد أدواتها للتحشيد للجبهات وتسميم وعي الشعب بفصله عن هويته وطبيعته الاجتماعية ثقب أسود يعترض طريق عبور اليمنيين إلى الخلاص من هذه الكارثة شقيق زعيم ميليشيا الحوثي والمعين وزيرا للتربية والتعليم في حكومتهم غير المعترف بها دوليا يحيى بدل الدين الحوثي يتوسط هنا حشدا من الأطفال والنشء لغرس وتعميق بذرة الطائفية والتطرف والكراهية هي الحرب القذرة الشيطانية ما يسمى بالحرب الناعمة ورياح السلام والتي يستهدفون بها النفوس لتفقد زكائها تزعم ميليشيا الحوثي أن تلك المراكز تهدف لتثقيف الطلاب والنشء ورفع رصيدهم المعرفي والعلمي غير أن ما يتم تناوله في تلك المراكز من خلال الأنشطة والفعاليات والشعارات والمناهج هو برنامج مكتمل لغسل عقول الأطفال والنشء ومسخ هويتهم والتأثير على وعيهم بما يعزز بقاء وتوجه مشروع الحوثيين الأدهى من ذلك هو أن تتم هذه العملية برعاية ودعم أممي فقد اتهمت مصادر في الحكومة اليمنية منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف بتمويل مراكز الميليشيا الطائفية ونقل موقع سبتمبر نت الناطق باسم الجيش الوطني عن مصادر وصفها بالخاصة أن منظمات أممية تقف وراء تمويل مراكز الميليشيا الصيفية في صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لها دعم أممي يعكس مدى تورط الدور الأممي في دعم بقاء ميليشيا الحوثي وإعاقة انتقال اليمنيين إلى ضفة السلام وإيقاف الحرب تدعم اليونسيف أيضا مرتبات عناصر الميليشيا القائمين على إدارة تلك المراكز الصيفية أنشأ الحوثيون أكثر من ألفين مركز صيفيا في مناطق سيطرتهم لاستيعاب 250 ألف طالب وطالبة أرقام مخيفة لرفض جبهات قتال ومعسكرات الإنقلابيين وإعاقة أي فرص للسلام وتلغيم الحاضر والمستقبل